ده الفيديو للرجل اللي هو انتحل شخصية مندوب رئاسة الجمهورية في جنازة الشيخ عمر عبد الرحمن وده الفيديو حصلنا عليه طبعا هنا متعمد انه يبقى فيه مندوب للرئاسة في جنازة الشيخ عمر عبد الرحمن المشكلة بقى فيه السيارة اللي احنا شايفينها هل هي سيارة الرئاسة طيب الامن كان موجودا لو هي مش سيارة رئاسة الجمهورية ابن الشيخ عمر عبد الرحمن قال لنا لا دي سيارة رئاسة الجمهورية وكانت مشى معاهم من البداية طب لو هي مش سيارة رئاسة الجمهورية اللي هي نجيبها كده يا صدر طب ما كانت موجودة قوات الشرطة هناك والتواجد الامن كان كثيفا ما حدش شافها ما حدش تساءل هل دي السيارة الكبيرة دي المصفحة هل هي بتاعت رئاسة الجمهورية ولا لا خاصة انه كمان فيها اهو البج معقولة ما فيش حد اذا كانت تخص رئاسة الجمهورية يبقى تفسير اه عمار ابن عمر عبد الرحمن كان صحيحا واذا كانت جزءا من الانتحال اللي حصل لانه هنا الانتحال هو هدفه اه بالتأكيد يعني انه 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 الشيخ عمر عبد الرحمن يكتسب مشروعية اكبر بحضور مندوب اه لرئاسة الجمهورية لكن اتضح انه ذلك ليس صحيحا وانه اجهزة الامن القت القبض عليه تشوف تاني الفيديو بتاعه اللي هو من انتحال صفة مندوب رئاسة الجمهورية هو فيه هو فيه احنا بس لغاية ما نستوضحه لانه ده مرسل الينا من هناك زي ما قلتلكو الشيخ عمر عبد الرحمن كان مفتيا للجماعة الاسلامية التي نفذت معظم العمليات الارهابية في مصر ابناءه بيقولوا انه هو تنصلة من الفتوى التي نسبت اليه بانه اهضر دم الزعيم الراحل انور السادات وايضا من الفتاوى اللي نسبت اليه بانه دعا الى استخدام العنف والعمليات المسلحة لكن لم يحدث ابدا من الشيخ عمر عبد الرحمن كمان تنصل من علاقته بالجماعة الاسلامية او قال انها جماعة ارهابية مع انها كانت تنفذ العمليات الارهابية وفي بياناتها كان بتكون فيها بعض الاسطر اللي فيها اسم الشيخ عمر عبد الرحمن دائما بالاضافة لانها هي التي تولت دائما الدفاع الدائم عنه ترجمة نانسي قنقر